شكراً السيد الرئيس للمجلس وزراء شباب الرياضة العرب معالي السيد محمد سلامنا بولسي وزير شباب بمملكة الأردنية الهاشمية رئيس مكتب التنفيذي لمجلس وزراء شباب الرياضة العرب رئيس الدور الحالية للمجلس معالي الوزراء سعادة السفراء السيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله يسعدني مشاركتنا اليوم في افتتاح إدلاق استراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028 ضمن فعاليات المنتدة الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن أصحاب السمو والمعالي يسرني أن أتقدم بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على حسن التنظيم لأعمال هذه الفعاليات وعلى جهودهم الدائمة في سبيل إنجاح الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر لفريق العمل على ما حذينا به من حسن الاستقبال وكرم الضياف منذ وصولنا أصحاب السمو والمعالي إن استراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن تمثل رؤية عربية مشتركة تجاه ترجمة القرار الأممي 2022-50 الشباب والسلام والأمن ويعني تعزيز مشاركة الشباب في السلم والأمن الدوليين وإن هذه الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها كاستراتيجية إقليمية تشكل اعترافا عربيا بدعم السلام والأمن في المنطقة وتنفيذ أجندة الشباب السلام والأمن وتعزيز دور الشباب في سنع القرار ومشاركتهم على كافة المستويات السياسية والمدنية ومنع نشوب النزاعات وحلها أصحاب السمي ومعالي يعني الشباب والسلام والأمن أمر مترادفا غير منفصل في كل الأحوال والصومال مثال حي على دور الشباب في الأمن والسلام في الأمس الغريب كانوا في مقدمة النزاعات والحروب الدامية في البلاد واليوم بفضل الله ثم بجهود الحكومة الصومالية الفدرالية هم جزء لا يتجزى في بناء السلام والأمن وبناء على ذلك اتقدت وزارة الشباب والرياضة المسؤولية عن تمكين الشباب وزيادة مشاركة في شؤون السلام والأمن في البلاد أصحاب المعالي تشير التقديرات إلى أن الشباب يمثلون أكثر من 75% من المجتمع الصومالي لذا فهم يشكلون جزءا فعالا في عملية بناء الحكومة وبناء السلام في البلاد لقد حققت وزارة مصادغا على إنشاء ركيزة للشباب والسلام والأمن في السياسة الودنية للشباب الصومالي والتي تمت الموافقة عليها الحكومة في مايو 2023 وهي الركيزة الرابعة للسياسة الودنية للشباب الصومالي ووضع استراتيجية ودنية وقدة عمل للشباب والسلام والأمن في الصومال أصحاب المعالي اسمحوا لي أن أشارككم معكم أيها السادات أوليات برنامج وزارة ناتجاه الشباب آخذين في الحسبان أن الشباب هم عمادة دولة صومالية وأساس قوتها وضريقها نحو النهود وتقدم لدى لما أنهم يمثلون الأكثرية في المجتمع حيث إننا نبدأ اهتماننا الواضح اتجاه الشباب ونعمل دائما على التأكيد على دورهم الرياضي والرفع من شأنهم وعمل على مشاكلهم وشاركتهم في صنع القرار وجعلهم إدرافا فاعلة في الدولة ولتحويل التزاما تجاه الاستراتيجية لخدة الشباب والسلام والأمن إلى نتائج قابلة للتنفيذ وتحويل التزامنا تجاه استراتيجية لخدة الشباب والسلام والأمن إلى نتائج قابلة للتنفيذ شرعت وزارة الشباب والرياضة في المهمة حاسمة الممثلة في تدوير القدة العمل والدنية خاصة بشأن الشباب والسلام والأمن ستكون هذه القدة بمثابة إدراء استراتيجي لتوجيه جهودنا في تمكين الشباب من المساهمة في بناء السلام وحل النزاعات والتماسك الاجتماعي يسعدني أن أبلغكم أن عملية إنشاء قدة العمل الودنية جارية في الفعل وفي الغتام أجدد شكري وتقديري للمملكة الأردنية الحاشمية وجامعة الدول العربية والقبراء الذين قدموا مساهمات مهمة في إعداد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن كما أشكر زملاء وزراء الشباب والرياضة العرب على جهودهم المتميز التي يبدلونها لقدمت الشباب في ودننا العرب وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والسلاح لشبابنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هيل 4 ميجابايتس بير سيكن أينا لسو عدان رسيف رأي كو جيران إنكبضا أفركون أو كانال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هاد البلاجة ترجمة نانسي قنقر